كيف تستطيع الأم أن تربي أطفالها التربية التي ترضي الله حتى وجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة في سبع تربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في الملاجع فأهم ما يغمر أن تربيهم على الصلاة إلى بلغوا سن التميين وكذلك تربيهم على حفظ القرآن لأنهم في سن الصغر وسن الحفظ وتحرص على تحفظهم القرآن كله أو ما تيسر منه كذلك تحفظهم ما تيسر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تربيهم على الصدق تحذرهم من الكذب قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضعبوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار وتربيهم أيضا على احترام الناس ولسيما الوالدان وتجنبهم مجالس السوء وقرناء السوء تراقبهم في خروجهم وفي دخولهم وحتى في ملاجعهم قال صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم الملاجع ترجمة نانسي قنانسي قنانسي قنانسي